السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نهاية كاس امم افريدكا تحت 23 سنة منتخب الورمبي. ان شاء الله مصر النهاردة هتلاعب سحل العجب سادق قاهرة. طبعا الحمد لله تأهن الاوروبيات توكيو. والنهاردة ان شاء الله المالشي النهي وان شاء الله مصر هتاخد البطولة ان شاء الله وهنكسب ان شاء الله كوتو دفار. طبعا النهاردة اللعبة منتخب الوطني داخليني الاستاذ النهاردة باقنعة مسرسل لكاس الاسباد المشهور. اه دي اللا تشاو. فدي النهاردة طبعا اللعيبة عملوا يعني وفجأة كده ولا بسيني المسقات بتاعت المسرسل. وان شاء الله تبقى فاد خير ان شاء الله وهنكسب ان شاء الله ان لان دفار. واللوقت هوليكم اللعيبة وما دخلين بالمسقات بتاعت المسرسل. وان شاء الله بازن الله هنكسب. وناخد الكاس ان شاء الله اللعيبة وان شاء الله هنكسب ان شاء الله لنهاردة واناخد ان شاء الله البطولة. هي دخلة حلوة يعني من من اللعيبة وان هم متحمسين يعني وعندهم حماس ان هم ما يكسبوا النهاردة الماتش النهاردة وياخدوا الكاس ان شاء الله ولكاس ان شاء الله هيكون في مصر بازن الله. دي سوى اللعيبة اه? بالمسقات. وان شاء الله بازن الله الكاس مصري والفابوك برضو ان اتقاهلنا نحن اتقاهلنا الى ولبيات توكيو عشرين عشرين. بس طبعا لو خدنا البطولة تبقى ليها ايه? مزاق خاص. والفكرة بتاعت المسقات دي بصراع فكرة حلوة يعني وليها تشجيع كده وابدع من اللعيبة يعني. وخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.